وقع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري ووزيرة الداخلية البريطانية إيفن كوبر مذكر تعاون أمني لتعزيز جهود المشتركة في مكافحة المخدرات والجريمة العبيرة للحدود جاء ذلك خلال زيارة عمل لكوبر إلى بغداد حيث رأفقها الشمري في جولة شملت عدة مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية العراقية وشملت الزيارة مركز الاستجابة السريعة 9-1-1 ودائرة مكافحة الإتجار بالبشر ومركز البيانات الرقمي وكلية الشرطة حيث طلعت كوبر على آليات العمل والتدريب في هذه المؤسسات وفي ختام الزيارة عقد الوزيران اجتماعا موسعا تم من خلاله توقيع مذكرة التعاون الأمني التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ترجمة نانسي قنقر